الأدب العربي بما يمثله من تراث الأمة المكتوب بلغتها يرقى بتعبيره الفني شعرا أو نثرا عن فكرة أو عاطفة أو خيال ليرسم بتلك المكونات صورة للحياة تنتج صياغة فنية لتجربة بشرية تبث الروح بين صفحات كتاب أو قصيدة أو قصة أو فن من فنون الأدب الأخرى ومن هنا جاءت منزلة الأدب الرفيعة عند العرب فهو مرتبط بالحياة كالهواء والغذاء لا غنى عنه لكن الفرق يبقى في من يجيد إخراج تلك الأفكار إلى أرض الواقع ليبث فيها نفسا جديدا فيتشاركها الناس فيما بينهم وباختلاف البيئة الجغرافية والخصائص النفسية والاجتماعية يتأثر النتاج الأدبي فتلك العوامل تسقل الحسة وتنعش الأفكار فعاطفة شاعر الصحراء ووعورة الجبال ليست كعاطفة شاعر يعيش بين الحدائق الغناء والمروج الخضراء فالمحيط أو الطبيعة التي نشأ في أجوائها الأديب هي من تتحكم بمادته الإبداعية إضافة إلى ما تعيشه القبيلة أو الدولة من أمان أو حرب وإلى جانب هذا الأدب العربي الضخم كانت تقوم في الشام والجزيرة والعراق آداب أخرى قوية خصبة عشى بها الناس وأثرت في نفوسهم وكونتها تكوينا خاصا ومع ذلك لم تكت كل هذه الآداب تلقى الأدب العربي حتى تنحني أمامه وتندمج فيه لتصبح جداولة تنتهي إلى هذا النهر العظيم الأدب العربي عطاء من الأفكار والعواطف لا ينضب أبدا وصورة صادقة واضحة للحياة حتى بات العرب يؤرخون لحياتهم الاجتماعية والسياسية من خلال فنون الأدب لسيما الشعر الذي علت مكانته حتى كتب بعضه بماء الذهب وعلق بعضه الآخر في الكعبة المشرفة لكن ثمت إشكالية كبيرة بعد فهم ما هي الأدب العربي تلك هي الطريقة والكيفية التي تفرض علينا أن نتكيف مع عصر السرعة والتكنولوجيا المتطورة في إيصال هذا الكنز إلى أجيالنا المتعاقبة وتعريفهم على أجدادهم الأدباء بطريقة تجعلهم يعشقون هذا الفن وينجذبون لقراءته وبالتالي تنمو ذائقتهم الفنية ويتفتح خيالهم الإبداعي فيبرعون في شتى العلوم ويكفي أن عباقرة علماء المسلمين قديما في مختلف العلوم الرياضية والفلكية والطبية أو الكيميائية وغيرها كانوا أدباء صنعوا أروع صور الحياة